سلايد اللي بعدها بتقول 19 مستشفى تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في المحافظات التلاتة اللي هم بورسعيد والأقصر والإسماعيلية احنا دخلنا جنوب سينة كمان دخلنا جنوب سينة مؤخرا دخلنا مستشفيتين وهي مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى رأسي فدر والمستشفيتين دول حضرتك عارف ان احنا ان شاء الله بإذن الله مصر هتستضيف مؤتمر المناخ ودي هتبقى حاجة يعني ان شاء الله بإذن الله يعني قوية جدا والقيادة السياسية مهتمة جدا جدا بمحافظة جنوب سينة ان شاء الله بإذن الله هيبقى فيه منظومة صحية ان شاء الله يعني لما هتيجوا وتشوفوا هتبقى حاجة قوية جدا يعني هتشرف مصر بإذن الله ان شاء الله جدا طيب تعالوا نشوف اللي بعدين عجبني بلد السطر بتاع الجودة العالمية ده مهمة احنا قلناه لان احنا قلناه حاجتين احنا قلناه احنا بنقدمه وفيه هيئة بترقب عليه يعني انا مش بس بقدمه وانا بقول كده انا بقدمه وخلص وخلصنا وخلصت واتران سنة وسنتين هيقع حضرك عارف ان اي حاجة وذوة سوبرفيجن او بدون رقابة هتنهار طب احنا بنرقب من نفسنا بطرق معينة لو فيه وقت ان شاء الله نشرحها على الهوى وفيه هيئة تانية ملهاش علاقة بيه بتيم مختلف برئاسة برئيس هيئة مختلف بمجلس دارة مختلف بترائب على الجودة اللي احنا بنقدمها بعد ما بتسجل وتعتمد المنشأة الطبية فالنظام تم حوكمته ان احنا نفضل او نمنتين نقدم الخدمة بطريقة محترمة وبجودة عالية واحنا نحطين معايير على مية حلو قوي نقولها مع بعض بعد مية خمسة وتمانين الف عملية انت روحتوا فيه اللي فاتت ملحقنا هاش دي مية خمسة وتمانين الف عملية تم اجراءهم حقيقة وكلهم تحت تغطية هما دول تحت تغطية مظلة التأمين الصحي الشامل في 19 مستشفى وزي ما كنا بنقول هما 300 جنيه اخرنا احنا شوف اتفقنا وضربنا مثال احنا ممكن بنقول العملية الصغيرة لغاية العملية اللي بتكلف مليون جنيه لن يتكبد منتفع التأمين الصحي اكتر من 300 جنيه في المرة دي اللي دخل يعمل فيها هذه العملية بأيا كان تكلفتها يعني لقدر الله ادخن عملية بفحوصاتها وتحاليلها واشعاتها والعملية ذاتها والحاجات اللي هي والاقامة ولو دخل رعاية والمستلزمات كل حاجة كل حاجة فاتكلفت مثلا مليون جنيه هو هيدفع 300 جنيه طب بعد ما بروح الدكتور بيكتب لي روشتة يقول يدوم على ده لمدة شهر وكده بتجي لي استشارة هيخدها هو في القوضة قبل ما يلم حاجته ويمشي ياخد الدوا بتاعه الدوا بتاعه مكتوب اسبوع عشر تيام اسبوعين ايا كان الوقت اللي مكتوب له لغاية اعادة المتابعة حدك عارف بعد ما بيعمل العملية فيه متابعة بعديها ايا كان الموعد بياخد هذا الالاج المدة كلها لغاية لما يرجع لنا تاني بالسلامة في المتابعة يرجع في المتابعة برضو ما بدفعش انا ما حبش انا شكرا لكم